هاي ازايكم عاملين ايه انا اسمي ايا فوزي ركع لكم بقصة جديدة actually قصتين النهاردة هقرها لكم يا رب تعجبكم اول قصة هنقرها عن اسمها run home with a mouse يعني اجري للبيت يا فاري صغير القصة دي مكتوبة ومرسومة من نفس الشخص اسمها بريدا تاكنترب بريدا تاكنترب has created dozens of well-loved children books which have been published in more than 20 countries she lives with her husband and son in berlin germany بريدا تاكنترب اللي هي الكتابة الكتاب ورسمة الكتاب كتبت قصص كتيرة جدا للاطفال والكتب دي موجودة في اكتر من عشرين دولة وهي عايشة دلاتي مع ابنها وقصتها في برلين المانيا خلينا نقرأ الكتاب it's very beautiful احنا شايفين الصور الجميلة دي والفارة هو بيجري now little mouse wants to go home to his family الفارة الصغير عايز يروح للبيت العيده but he can't remember the way بس هو مش فاكر الطريق للبيت احنا شايفين اظن الدنيا ضلمة والامر طالع اهو وهو لازم يفتكر ازاي انه هو يرجع لبيته hurry along little mouse it's اجري بسرعة little mouse يفاري صغير it's في بقى حيوان كده شكله في الضلمة عيونه بينه مش عارفين اي حيوان خلينا نشوف it's a fox run home little mouse as fast as you can it's هو تعلب اجري يفار بسرعة جدن watch out little mouse it's خلي بالك little mouse it's تراتي عيون حيوان تاني شكل عيون دي شكلها غريبة a weasel run home little mouse as fast as you can a weasel لهي العرسة اجري بسرعة little mouse بسرعة للبيت اجري للبيت بسرعة little mouse look up little mouse it's بسر فوق little mouse عيون دي شكلها عيون غريبة كده an owl run home little mouse as fast as you can بوما اجري للبيت بسرعة your little mouse be careful little mouse it's خلي بالك little mouse دي بقى شكلها عيون كده بسرعة فوق يطرق ايهي a cat run home little mouse as fast as you can اجري بسرعة للبيت little mouse listen closely little mouse it's اسمه كويس little mouse it's العين دي عين غريبة a crow oh my god run home little mouse as fast as you can a crow لهو الغراب والغراب بصراحة عصفورة كده هي مش عصفورة كده هي مش عصفورة هايب نوع من انواع الطيور اللي بتاكن الحيوانات الصغيرة زي الفار والحاجات الميتة انا بصراحة بخاف من نوعهم shh hush little mouse it's shh it's good little mouse it's two bats run home little mouse as fast as you can الاثنين دول حد يعرفهم ايه اسمهم خفاش اوكي وفي اثنين منهم بيطلع بس بالليل ف بيقولوا it's you know shh it's good be careful it's two bats اثنين من الخفاش اجري بسرعة للبيت little mouse who's there little mouse it's مين هناك little mouse your family home at last little mouse دلوقتي وصل لعيتو واخيرا وصل البيت والفار الصغير رجع وضم لعيتو تاني خلينا نلعب اللعب الصغير حنسأل اسئلة وهاشرحها لكم وحنجاوب عليها little mouse wants to go blink to his family little mouse little mouse عايز يروح لفين لعيثو to jordan's house لبيت jordan to tian's house to لبيت tian والعايز يروح لبيت لبيتو لعيثو so it's home very good an author is a person who blink a book الكاتب هو اللي بيعمل إيه للكتاب writes it بيكتبو ويصصصار بيصفر لها looks at it بيبصلها فالكاتب هو اللي بي يكتب كتاب did the illustrator of the story use lots of colorful pictures اللي رسم الكتب دا استعمل صور فيها ألوان كتيرة yes أيها what pictures I didn't see any pictures أي صور أنا مشوفتش صور or no لا وأظن إحنا شفنا صور كتيرة منونا right كان في صور الحيوانات شفنا الثالب شفنا العرسة شفنا الغراب شفنا الخفاش شفنا القطة فأظن yes she did one animal that the little mouse met on the way was a في حيوان اللي الكفار الصغير قبلوا في الطريق كان jaden's turtle سحلفة jaden crocodile اللي هي التمساح الفاكس التعلى أو ال pet hamster الhamster الصغيرة فأظن مشوفناش أي تمساح أو سحلية أو hamster إحنا شفنا أول كان حيوان إحنا شفناه كان بتعلم true or false little mouse did not find his family صح ولا غلط little mouse ملقش علك في الآخر maybe يمكن false لا أو truth أيوة who knows مين عرف فأظن little mouse قابل عيدو فالsentence d is false what punctuation mark should be used at the end of this question who's there little mouse بعد كل جملة أو سؤال أو أي حاجة احنا نكتبها لازم يبقى في حركات بنحطها في آخر السنتنس ففيه علامات احنا بنحطها فأول واحدة اللي هي the end sign يعني بنحط حاجتين في بعض أو علامة استفهم أو نقطة فإحنا دلوقتي بنسأل سؤال فإحنا بنحط إيه؟ مفهول نحط علامة استفهم very good identify the nouns in the sentence below run, home, little mouse ايه هو النوم النوم اللي هو الاسم في القمرة ماشي we have home البيت والlittle mouse الفارة صغير run اجري little صغير or what's her noun ايه هو الاسم فإحنا لو قرنا السنتنس دي run home little mouse في كلمتين الإسم إلي هو إجري إجري دا فعل حد بيعمل حاجة little إحنا بنشقى إلي هيدي زي صفة أو بنوصف حاجة and what's the noun إيه هو الإسم فهي تبقى أول واحدة بيت و little mouse Very good So إحنا كده خلصنا أول قصة Good job دلوقتي حنقرأ القصة التانية سوا فد القصة دي أنا محبها عشان بتكلم عن القطط وأنا بحب القطط جدا وعندي قطط اسمها بلبل وال story دي اسمها Where is Catkin مكتوبة من Janet Lord and مرسومة Julie Pashed Kids وإلي كتبت الكتاب دي Janet Lord بتهدي القصة دي لأمي of course إلي مكتوبة تدكيرت لأمي of course لأمي Catkin لأمي إلي اسم القطة jumps off آمي's lap and climbs over the wall it is time to hunt Catkin Catkin نطلت من حكر Amy sneaky يعني بالراحة في النقيلة وبعدين شافت حاجة صغيرة وبتهمعة وبتعمل صوت سي Crick 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 وبعدين كان Crick 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 hops deep into the grass Where is Crick Crick إلي هو القراض نوع من أنواع القراض نطلت قو القيلة وبعدين دلوقتي Catkin بتسأل Where is Crick فين القراض راح فين Catkin creeps by the pond He sees something green and spot it Crump Crump Catkin leaps Catkin بدأت تمشي براها جدا حوالين زي بركة ما يصغيرة وبعدين شافت حاجة خضراء نقطة Crump Crump وتعمل صوت كده Catkin بدأت نطلت كده نقطة Leaps يعني نطلت كده Frog leaps into the pond Where is Frog So Frog حد يعرف إيه هو الفرن بالعربي دفضاعة Very good دفضاعة راح تنطط روه البركة المياتي وكادكن بتسأل Where is فين راح الدفضاعة Catkin tiptoes by the shad He spies a long tail Squeak squeak Catkin jumps Catkin بدأ يمشي على طراتيف صوا بعو و جنب زي قوضة كده خزين ولأ حاجة لها ديل كده طويل قوي squeak squeak وبتعمل صوت كده كادكن راح نط Mouse jumps through a crack in a shed Where is Mouse راح تنطط في مابين زي حتك فراغ صغير في الشد إن هو القضل القزين دا وبتسأل Where is Mouse راح فين الفار كادكن explores a rock pile He sees something long in stride س س كادكن races كادكن بقى عاد يدور في زي حوالين حجار كتيرة ولأ حاجة طويلة ومخططة بتعمل الصوت س س كادكن اللي هو الأطب بدأ تجري Snake races between the rocks Where is snake snake اللي هو التعبان أنا بحب له مش خالص التعبان بدأ يجري حوالين الطوب وبدأ يسأل Where is snake دلوقتي كل حاجة هو بيلاقيها عمالة تجري منه هو بيسأل راح فتفين كادكن here is rustling by the tree كادكن pounces كادكن بدأ يسمع زي خرفش كده في الشغرة تعمل الصوت كده كده كري 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 كادكن راح nut زي pounces leaps jumps hops pounces كل دول كلمات زي nut right اللي هي بتنط بالطريقة معينة feathers fly where is bird ال الريش طار فين الأصفورة كادكن من القطة ترب ترب كادكن looks up it's a long way to the ground مياو كادكن بصل تحت ولقى إن الطريق طويل أو إن هو يرجع للأرض تاني راح نو نو امي stands up and listens مياو where is كادكن امي looks in the grassy fields near the pond امي وقفت كدا وبدأت تسمع مياو بدأت تسمع القطة رحت فين امي looks in the grassy fields بدأت تبص في النقيلة وبصت حولي لبركة الميا دي وبعنين she looks under the sheds in between the rocks بدأت تبص تحت عند القوضة اللي هي الخزينة دي بدأت تبص في rocks اللي هي عند الطوب عملا تبص بقى كل حيث لان هي سمعت القطة بتتعمل اتنونو فأكيد خيف عليها مياو امي looks up into the tree where is كادكن امي climbs from branch to branch to the very top مياو سمعت القطة بتنونو تاوي راح تقام امي بص تفوق للشجرة كده وبتسأل فين اتكن راح تفضلت تطلع الشجرة لفرع فرع غاية لما وصلت للفوق خالص مياو بقى تسمع القطة عملا نونو او كادكن اخيرا لقيت كادكن فوق الشجرة الفوق والقطة بدأت كانت مبسوطة ان لقيتها احنا خلصت القصة التانية وانا لسا عندي وقت كمان معكم لانا ممكن ارى قصة تانية تالتة actually فخلينا نقرأ قصة تالتة مع بعض وخلينا نشوف ممكن نقرأ ايه اوكي لقيت قصة اسمها The Little Dog Who Didn't Have A Home الكلب الصغير اللي مكان شا عنده بيت وكاد مكتوب عن Joe Hosslin and illustrated by Jason Chapman مكتوبة ومرزومة بجيسن Chapman خليل نقرأ قصة عن الكلب اللي مكان شا عنده بيت There was once a little dog who didn't have a home He didn't mind because what he liked more than anything was being free to wherever he wanted كان في مرة كلب الصغير مكان شا عنده بيت بس هو مكان شا عنده مينع لأنه أكتر حاجة هو كان بيحبها إنه هو كان بيحب يكون حر ويروح في أي مكان هو كان عايز بيت In the summer he slept under a tree or under the stars Into the winter he slept under a bridge all curled up في السيف كان بينام تحت شقرة أو تحت النجوم وفي الشتاء كان بينام تحت كبري وضامم لنفسه A friendly fisherman taught him how to fish كان فيه صياد علمه إزاي يصطاد A friendly colber taught him to bend shoes وكلبر لهو اللي بيعمل الجزم علمو إزاي نهو يصلاح الجزم A friendly chef taught him to cook tasty meals وبادي كان فيه شيف علمو إزاي يطبخ طبخات حلوة طعمها حل A friendly tailor taught him to sue وترزي علمو إزاي يخيط He also knew how to paint with his talent how to sing how to dance and sing هو بردو كان عارف إزاي يرسم بديلو ويرقص ويغني One year he lived in a cupboard in a classroom and even learned to read and write سلم السنين عايش في دولاب قوة فص فتعلم إزاي هو يعرف 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 يكتب So silly He learned something new everywhere he lived but then after a while he was ready to leave Wish he would run around the corner into the woods and not turn back He loved being free to wherever he wanted كل مكان هو تعلم حاجة جديدة في كل مكان هو عاش فيه بس بعد فترة كان خلاص جهز أنه هو يمشي وبعدين يعود يجري بقى لحتة يروح للغابة ما يبصش وراء فهو كان حيب فكرة انه هو حر ويقدر يعيش فأي حده هو عايس يعيش فيها But like people dogs get old One morning it was raining and the little dog was all wet and feeling a bit sad He started to daydream about living in a house with a comfy chair and a warm carpet He knew how to write so he put an advert in the local newspaper Friendly dog well traveled looking for a roof over his head and a place to rest He sent a nice photo about himself too بس زي الناس الكلاب بيكبرو فيوام میں الايام جواكن بيبطر ولللللılar كان مبلوء وحاسس انه هو حزين شوية فبدأ انه هو يحلم بان هو عايش في بيت على كرسي مريح و السجادة دافية وهو كان عرف زي zap وقرر ان هو يكتب إعلان في القرنان وكتب إعلان بيقول انهو friendly dog انهو كلب كويس ووالترافل انهو بيسافر في كزا حتة وبيدور على مكان زي روف سأف فوق راسه ومكان يقدر يستريع فيه ورح بعد سورة عن نفسه بردو The next day he got a reply to his advert from a woman I live alone in a big flat with a comfy sofa I'm sure you'll enjoy that The next day he got a reply to his son They told him that she lived with her in a big flat and she had a bed and she was confident that she would be happy here The little dog went to visit the woman The little dog went to visit the woman She gave him biscuits and juice and she talked a lot She talked all the time All the words busted around the little dog's head like thousands of tiny insects He didn't like it and he needed a pee So he said thank you and ran away قدت له بسكوت وعصير بس مشكلة انها كان تتكلم كتير تتكلم كتير جدا وهو كان حاسس ان الكلام كله حواليه كأنه زي حشرات كتيرة كده عملت تتكلم حواليه وهو محبهاش خالص وبردو كان محتاج يروح لحمان فقال لها شكرا بانين جري مش يسابها The dog got a second reply to his advert It was from a young man who wanted to meet him تاني يوم بردو قالوا رد تاني عن العلان وحطو كان من شاب صغير كان عايسي أبلو When the young man saw the little dog he said hello little dog I'm going to give you to my girlfriend that's a birthday present I'll give you a good bath frisk your hair and brush your teeth then I'll buy you a collar with gold studs No way! thought the little dog and off he ran as fast as the way لما الشاب شافه شافه الكل صغير قالوا يعني قالوا انا حقدك وحدي لك لصحبتي لهداية عيد بلادها فهيحميك هتصبط لك شعرك هتعط لك سنانك وهيشتري لك color اللي هي زي اللي هما بيحطوها حوالين رقبة الكلام وعليها زي فسوس ذهبي فرح الكل بقى له نووي يعني مستحيل ورح أخذ بعضه بجري بسرعة كأنه زي زي الهواء يعني الهواء لما بيطير بسرعة جري بقى زي وكده the little dog was beginning to think he would never find a good home then he read a third reply to his advert it was from a little boy i would love to adopt you but we don't have the proper house the address was strange too in the big fields until mid late and after that on the road out of town well well said the little dog who are these people where is this big field a guard dog was passing by the big fields is where the travelers stay i don't like travelers you should keep away في الكلب الصغير بدأ يفكر أنه عمره لا سيجد أي بيت أنه يعط فيه لكن ثالث واحد رد على الأعلم بتاعه كان من طفل صغير قال له أنا أتمنى أني أدبناك بس أنا ما عنديش بيت مناسب لي والعنوان اللي كان مكتوب عليه كان غريب شوية كان مكتوب أنه هو زي في ساحة كده كبيرة ونحن موجودين من الساعة 10 بالليل وبعد كده نحن نطلع على الطريق ونطلع بره المدينة فالكلب فكر في نفسه وقال له يعني بيفكر مين الناس دي وفين الفيلد كبيرة دي فكان فيه كلب حراسي معادي جنبه سمعوا فقال له أن البيك فيلد دي الهوالتravelر الهوالتravelر الهوالتنسل عبطوا ليسفروا بيعدوا فيه فألونهم بهمش النس دي ومهو مفود يبعد عنهم When the little dog got to the big field he saw an old wooden caravan and two tired horses A child's voice shouted Look mommy it's the dog who wrote the advert in the newspaper He rushed over to stroke the little dog Aw you're so cute he said The thing is we're all here today But as soon we'll be moving on It's not very restful for an old dog like you في الكلب الصغير الكلب الصغير راح للساحة كبيرة دي ولقى ان كان فيه زي عربانة كده قديمة وكان فيه اثنين من الحصنة شكلهم تعملين فلقى ولد صغير بيقول بس يا مامي هو ده الكلب اللي أنا اللي هو كتب الإعلان في القريدة القريدة فقري للكلب وقعد يقوله انه هو أمور قوي وبسأله انه إحنا بس موجودين النهاردة وبعد كده حنبدأ نمشي فهي ممكن تكون حاجة متعبة ليك لأن انت مش حتقدر ترتاح زي ما انت عايز في الكلب بدأ يبصى حولينه كده حكبوا له وشيفه فقال له فشاف بيت متحرك بيت بيت حرك فكان حاجة مناسبة جدا أنه هو يقدر يكسبلور أنه هو يشوف العالم كله ويقدر يروح الاماكن اللي هو عايزها وفي نفس الوقت يلاقي مكان انه هو ينام فيه لما يكون تعمال وشاف برضو شخصيتين كويسين لطاف وحبوه زي ما هو مجررش عايزين يغيروا حاجة فيه فقرر أنه هو يفضل مع صحابه قداد ويقرر أنه هو يمريهم كل الحاجات اللي هو عارف يعملها كان بيرقس ويغني حوالين النار حوالين النار لما بيديك تعملوا زي الكامب فاير كده فعاد بقى يرقس ويغني معيهم فقرر أنه هو يبيض الكارفان اللي هو عربان الكبيرات بألوان كده زي ألوان مفلتة ويه كوك تسي ميات كده كده دقما قعد بقيت بخلهم طعمة كده حلوة كأنه زي قعد في مطعم ويقرر أنه بقيت كده 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 دقما ويقرر أنه قد كان بيقررهم قصص لما كانت تبقى ساعة وضنة بالليل أو برر من الوقت ده لو الجو بقى شمس السماء ضلموا مليانة صحاب الدنيا بدمطر الصحاب كلهم سفروا مع بعض وعيشوا في تباك ونباك قصة دي كانت جميلة جدا عجبتني خالص وأظن من الثلاث قصص اللي احنا قرناهم مع بعض أول بحدة إن لما الفارة الصغير كان بيدور على البيتو إن لازم نخلي بالنا وإحنا راحين فين ولازم نشوف نعرف بيتنا فين نعرف عنواننا نعرف رقمنا نعرف فين بيتنا عشان نقدر الله حاجة حصلت نكون عارفين إحنا نرجع بيتنا زي وتاني حاجة القطة اللي هي عايزة تشوف كل حاجة وعايزة تجيب كل حاجة خلي بالكم تروحوا فين وعايزة تكتشفوا حاجات وتشوفوا حاجات بس لازم تعرفوا حد لازم تعرف ماما بابا جدو تاتا أي حد حولكم إن انتو مصلا حتتمشوا في الجنينة وتشوفوا بقى الحاجات الحيوانات والحاجات دي لازم نخلي بالنا من كده تاني حاجة إن أهم حاجة الواحد بيحبها أي شخص، أي حيوان، أي حيوان، أي حيوان إن هو في الآخر لازم يكون لي بيت ويكون مع عيلة أو أصحاب أو أي حد حاوله بيحبه وبيخلي بالهم وطبعا إحنا عارفين إن الكلب مش عارف يقرأ ولا يكتب ولا يبيض حاجة بس الفكرة كلها إنه إنها حاجة كويس إن الواحد عايزة اللي في العالم كله بس في الأول آخر بيتك هو بيتك وعيلتك تكون فوستهم ومبسطين وطرحنين ودي أهم حاجة ويراب القصص دي تكون عاجبتكم هي عاجبتني جدا آخر قصة دي أنا أصلا لقيت إن كان لسا عندي وقت إن أنا أقراركم قصة تانية فعجبتني بصراحة إن أنا قررتها لكم فيا رب نكون كويسين وناخد القصص دي ونتعلم منها ونخلي بالنا من نفسنا ودايما نعرف أو نعرف الكبار إحنا راحين فين ومتروحش في مكان لوحدك بردو دايما بقول لابني يعني لازم يكون في حد كبير معاك مهما روحت أو كده لإن لابني 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 وانتظروا وإعرفكم المرة القاية وحشوفكم تاني الشهر القاية كمان أسبوعين وأقراركم قصة جديدة لو في أي حاجة معينة أنت عايزيني أقراها اكتبوا كومنت عرفوني لو في حاجة سبيشل أو قصة معينة أنا حابق مبسوطة أن أقراها لكم وتركها مهالكم وأشوفكم على خير باي